أهلا بكم عزيزي المشاهدين إلى حلقة جديدة من الآخر ونتوقف فيها بطبيعة الحال عند المناسبة لهذا اليوم يوم الرابع عشر من أكتوبر ليصادف الذكرى الواحدة والستين للثورة ثورة أكتوبر المباركة والتي انطلق منها تحرير الجنوب المحتل من قبل الاستعمار البريطاني وأيضا توحيد الجنوب كذلك انطلاقا من هذا اليوم وأيضا بناء دولة اليمن الجنوبي وصولا إلى الجمهورية اليمنية اليمن الواحد والكبير في هذه الذكرى لدينا عديد من المحطات التي يمكن التوقف عندها قراءة اللحظة التي انطلقت فيها الثورة كامتداد لنقول لثورة سبتمبر وأيضا الثورة المضادة أو الحرب الأهلية التي انطلقت بدعم الإنجليز ومن بعض الصلاطية في الجنوب لدعم الإمامة وأيضا بعض الدول الجوار لدعم الإمامة وكيف أتت أيضا أكتوبر كرد أيضا على هذا الدعم المضاد للثورة المضادة ضد ثورة سبتمبر وقميعها في المجمل هي حدث واحد يمكن القول ابتداء من 26 سبتمبر وصولا إلى 14 أكتوبر و30 نوفمبر عيد الجلاء وخروج المستعمر البريطاني وإعلان الدولة لليمن الجنوبي في هذه المحطة يجب أن نتوقف دائما أبدا عند راجح بالغالب لبوزة وهو الذي أشعل الثورة من ردفان وأتخذ هذا اليوم تاريخا للثورة في الجنوب وسنأتي أيضا على ذكر ذلك وكيف أيضا تم اتخاذ هذا اليوم يوما للثورة في الجنوب من قبل جبهة القوبي ومن قبل أيضا جميع جبهات التحرير التي كانت تدعم من الجمهورية في الشمال ومن الوجود المصري أيضا في صنعاء وفي تعز لكن قبل ذلك وقبل التوقف عند هذه المحطات يسعدنا أو يطيب لنا أيضا أن نتوقف عند مضامين الكلمة كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الثورة وأجدها أنا كشخص أنها جميلة وأيضا تضع النقاط على بعض المضامين المهمة وتعرف أكتوبر في سياقه الطبيعي والصحيح وهي في مجملها تؤكد على مسألة التحرير وأيضا وحدة الجنوب وهي كانت هدفا رئيسيا لثورة أكتوبر وأيضا بناء دولة المؤسسات أو بناء الدولة من الصفر بطبيعة الحال في الجنوب وهذه المضامين هي بالفعل التي عناها وقصدها أكتوبر تقول الكلمة كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليم والتي ألقاها واعد باذيب وزير التخطيط والذي بالمناسبة أبوه أحد الوطنيين الأحرار عبد الله باذيب وهو بنسبة شيوعي يعني بارز ومعروف في الجنوب وعلى مستوى الوطن ككل في هذه الكلمة يقول نقف لنستلهم من عدى العاصمة والمدينة الحرة نبضنا الدائم وملتقانا الأزلي وهي التي كانت ولا تزال قلب الحركة الوطنية وحدتها ومعقلة تنير والتعايش والسلام بالفعل عدن هي كانت دائما منطلقة العمل الوطني سواء في الجنوب أو في الشمال وكثير من المحطات التي لعبت فيها عدن دوارا مهمة وبارزة في التحرر الوطني سواء على الصعيد الوطني ككل أو على صعيد الشمال أو على صعيد الجنوب أيضا يقول أو تقول الكلمة أن الدولة التي تنظيم لأجلها اليوم هي ذاتها من ناضل لأجلها أبطال سبتمبر وأكتوبر القائمة على الوحدة الوطنية وعدم التمييز على أساس المذهب أو العرق أو المنطقة دولة ضامنة للحقوق والهريات ومشاركة المرأة والشباب في صنع مستقبل آمن للجميع ويقول بأن المستقبل لكم أنتم كيمنيين وأن اليمن سيتجاوز كل العقبات إذا توحدت القلوب والجهود سوف نفعل ذلك معا بكل فقتهن وإخلاص ويدعو هنا أيضا للا توحيد الصف الجمهوري والوقوف بحزب ضمن المشاريع الاستعماري الجديدة والتي أبرزها كما هو أشار إلى المشروع الإيراني داعم للحوثيين وهناك مشاريع أخرى لم يسميها بطبيعة الحال لكن عموما هناك جملة مهمة ممكنة توقف عندها وهي أن الاحتفاء بذكر أكتوبر ونوفمبر لم يعد مجرد تقليد عابر بل ضرورة نضالية لمعالقة آثار الماضي وأنا هنا سأحاول أيضا في هذه الحلقة التوقف عند بعض آثار الماضي سواء قبل أكتوبر أو بعد أكتوبر وهي مليئة بالأحداث التي حولها الكثير من الخلاف وسنحاول المرور عليها إن شاء الله بدون الوقوع في ألغام أو حقول شائكة والاعتراب بإشكالية الحاضر وتأكيد أن مشروعنا السياسي القائم على الجمهورية والديمقراطية والاستقلال ما يزال مفعما بكثير من الإنجازات والتحولات والتحديات كذلك التي إذن من الممكن مواجهتها انطلاقا من إرث سبتمبر وأكتوبر وهذه إذن جملة ويلخص فيها أكتوبر كما قلت يقول أن عبقرية أكتوبر أنها نقحت بإنجاز مشروع الاستقلال كما أنها مضت بشكل فريد في تحقيق والطلبات بناء الدولة وبالفعل إكتوبر بنت دولة في الجنوب من السفر لم يكن هناك سابقة لوحدة جغرافية أو دولة قبل إكتوبر أو قبل الاستقلال في الجنوب كان هناك استعمار مباشر لعدن وبعض المحميات من السلطنات والمشاريع تصل إلى 22 سلطنة وشيخة تحت حماية الإنجليز ودون أي تدخل لبناء دولة حقيقية من قبل الإنجليز أو حتى تنمية أو تعليم أو طرقات أو مشاريع أو غيرها الإنجليز لم يكونوا مهتمين بسائر الجنوب إنما كان اهتمامهم يتركز فقط على عدن حتى ليس كل عدن الدولة الإنجليز لا تصل حتى إلى الشيخ عثمان للشطرة الشمالي من المدينة إنما كان يتركز في كريتر تواهي خور مكسر والمعلة وبعض ملامح للدولة شارع رئيسي في المعلة وبعض العمائر وخدمات حديثة كبنوق وغيرها ومقلة الشريع لكن كل الجنوب كان يفتقد إلى الدولة والمسات والتنمية والمشاريع والفضل لدولة الاستقرال في بناء الدولة وفي توحيدها وفي أيضا بناء مؤسساتها وأنا أقد أن هذه الكلمة لافتة بأنها ركزت على ذلك وأكتوبر بالفعل هو يتلخص في هذه المساعدة التوحيد وأيضا بناء الدولة من الصورة سنأتي إلى ذلك في فقرة أخرى إذن نذهب إلى فاصل وأعود معكم أيضا عند محطة أكتوبر وما الذي يمثله راجح بن غالب لبوزة في هذا التاريخ ولماذا اتخذ أيضا من هذا اليوم تاريخا للثورة مع أنه لم يكن منطلقا كحرب تحرورية وإنما كانت حربا دفاعية من قبل راجح بن غالب لبوزة دفاعا عن نفسه من تصلف إنجليزي أراد أن يعتقله على خلفية مشاركته في ثورة سبتمبر في شمال الوطن فاصل وأعود معكم